أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب ثلاث مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات ستة وعشرون شهيدا وواحد وخمسون مصابا وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وكانت السلطات الصحية أن حصيرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع منذ مائتين وعشرة أيام ارتفعت إلى أربعة وثلاثين ألفا وستمائة واثنين وعشرين شهيدا وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وسبعة وستين مصابا موضحة في الوقت ذاتي أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة المستمرة منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي وارتكب مجازر ضد مدنينا بقطاع وسط وضع إنساني كارثي نتيجة للحصار ونزح ما يزيد عن تسعين في المائة من السكان